ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكر والتقدير للمهندس جعفر الشايب أبو هادي على استضافته وللقائمين أيضا على هذا المنتدى مطلع الأسبوع الفائد ألمنا نبأ رحيل الأستاذ الفنان ميرزا الصالح الذي كانت له بصمة فنية في الساحة الفنية نسأل من الله له المغفرة والرضوان وأن يسكنه فسيح جناته واقعا لا أفضل التواصل كلاميا لأن الفنانين التشكيليين لوحاتهم هي من تتحدث بما فيها من لون وشكل وهي التي تتواصل مع المتلقي فالألوان تتحدث والأشكال أيضا وبما تتركه من إحاات ودلالات ولكن نزولا عند رغبة أعضاء المنتدى حيث طلبوا مني بعض الدقائق فماذا عسايا أن أقول عشقت الفن منذ الصغر تأثرا بالوالد أطار الله في عمره حيث يعمل لنا وسائل تعليمية في أيام المدرسة وقت الابتدائية وأيضا أخذت منه النجارة فصرت بين الفن التشكيلي وبين النجارة بالنسبة لتجربة الفنية كان الأستاذ سامي الحسين أيضا له أثر في هذه التجربة الفنان الكبير طبعا سامي الحسين غني عن التعريف طبعا التجربة ذات مرحلتين المرحلة الأولى هي المرحلة السريالية السريالية هي التي تتضمن الخيال وأيضا خليط بين الخيال والواقع ولا معقول أما الحروفيات طبعا عندي القسم الآخر أيضا حروفيات الحروفيات بحكم الهوية العربية الإسلامية أردت تخليد الحرف العربي في لوحاته ممزوجة باللون وبعض العناصر مثلما عشقت الفن التشكيلي عشقت النجارة لعلها الوراثة بحكم العائلة نشأت وبيدها المطرقة والمسمار عشقت الأبواب التقليدية التراثية والنوافذ المقوسة كلما أجوب في الحارات فكل هذا يصب في الفن والجمال وشكرا مرة أخرى لمنتدى الثلثة الثقافي شكرا